قوة في العقيدة، عمق في الإيمان، صلابة في الالتزام هكذا خطب رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سامير جعجع جمهور القوات في حفل تخريج طلاب القوات الذي تحدث فيه جعجع عن الوطن والربيع العربي والتحديات أمام شباب المستقبل جعجع أكد في كلمته التي غلب عليها الطابع الوجداني أن الشهداء والمصابين والمعتقلين عبدوا الطريق أمام قيام دولة عصرية رغم الصعوبات التي تعترضها حتى الآن لقد كنا حتى البارح نتعرض لخروقات عسكرية من عدو رابض على حدودنا الجنوبية فيما بتنا اليوم نتعرض لخروقات أكبر من شقيق مفترض على حدودنا الشرقية وشمالية والأسوأ في الأمر هو أن الحكومة اللبنانية التي كانت مع كل اختراق عدو تهب مدافعة مستنكرة تقف اليوم عاجزة صامتة مشلولة راضخة أن يهتز الأمن في بلد من البلدان أمر طبيعي لكن أن يهتز كل يوم كرمى لعيون حزب من الأحزاب فهذه آخر الدنيا أن تقع جرائم اغتيال سياسية في بلد من البلدان أمر وارد ولكن أن ترفض حكومة من الحكومات ملاحقة المجرمين فأمر لم نشهد له مثيلا في يوم من الأيام أن تجري تعيينات في الدولة وأن تأخذ بعين الاعتبار الانتماء السياسي للشخص المعين من بين أقران يوازيهم أقله تصنيفا أمر يمكن تجاوزه لكن أن يجري تعيين أحدهم في أرفع المراكز في الدولة من بين أقران لا يوازيهم تصنيفا مكافة له على موقف سياسي معين فأمر تخطها كل الحدود جعجع توقف عندما تشهده البلدان المجاورة معتبرا أن الساعة الأشد سوادا في الليل هي الساعة قبل بلاج الفجر تماما إن الربيع العربي هو إذان بنهاية مرحلة قاتمة سوداء وبداية مرحلة جديدة عنوينها الرئيسية الحرية والديمقراطية والكرامة الإنسانية والتعددية والعدالة والحق والحقيقة وإذا كان لم يقيد لربيع بيروت ولثورة الأرز أن يكتملا بعد بسحر مقاوم فأن حرارة الربيع العربي ستؤدي حكما إلى اكتمالهما ولفت جعجع إلى أن المستقبل ليكون رهينة إلا لإرادة اللبنانيين الذاتية ولرسالة الغد التي نذرت لها المقاومة اللبنانية نفسها على مر القرون شكرا للمشاهدة